تزوجت منذ اربعة اشهر وزوجي عنده كهرباء على المخ يعني بيرتجف او 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 عصبي شديد هذا الاثر يعني وزوجي عنده كهرباء على المخ كنت اعلم بذلك لكن نوبات الصرع تخيفني اريد الانفصال بسبب الخوف الذي انتهبني فمحكم الشرح هي الاخت فاضلة وكانت منصفة وقالت كنت اعلم يعني مغشكيش لكنها ما كانش متصورة اللي بيحدث فلما رأته رأي العين الامر اشتد عليها لما رأته رأي العين الامر اشتد عليها فا يعني تريد الفراق لك ذلك لك ان تطلوب الطلاق من اجل هذا ولكن انا النصيحتي قبل ان اقول خلص شرع ان انا بيانت لك يجوز لك الانفصال يجوز لك يعني ان يعني خوفا على نفسك ان 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 تفري لكن يعني اقول اصبري اصبري عليه وكوني عونا له في في ازالة هذا المرض وكوني يعني خيرا مؤنس له لعل الله يعني يجعل بك نجاة له في الدنيا وفي الاخر اصبري والصبر فيه جميل وفيه احسان وبر افضل لك من الانفصال لكن هل يجوز ان تطلب الطلاق يجوز ان تطلب الطلاق بل والخلع درستة statute